موسيقى نظرا لأهمية وحساسية المواجهة العربية بين الأهل النصري وأهل بني غازي الليبي اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقمين متميزين لإدارة لقاء الذهبي والإياب فبعد ظهور الدول المغربي بوشعيب لحرش في لقاء ملعب الشازل زويتين زهبا يتولى الجنوب إفريقي دانيال بينت إدارة مواجهة اليوم ولد بينت في 22 من أغسطس عام 76 في إنجلترا وتألق في إدارة المباريات المحلية في بلاده بداية هذه الألفية وحصل على أفضل حكم موسم 2001 ثم نال الشارة الدولية عام 2003 بينت الذي يعمل كمدرس في إحدى مدارس جوهانسبرغ يعتبر من أهم وأشهر الحكام في تاريخ بلاده حيث شارك في إدارة نهائية كأس الأمم الأفريقية في النسخ الثلاثي الأخيرة وأدار لقاء نصف النهائي في نسختين 2010 غانا ونيجيريا بعد أن أدار لقاء نصر وبنين في الدور الأول كما أدار لقاء مالي وكودفوار في نفس الدور في نسخة 2012 بعد أن عين لإدارة اللقاء العرب الكبير بين المغرب وتونس في الدور الأول الحكم الشهير سبق له كذلك أن أدار العديد من المباريات الهمة للأندية والمنتخبات المصرية منها لقاء نصر مع الجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة ولقاء الذهاب بين سانشاين الناجيري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012